أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه أطلع الرئيس القبرصي على مساعي مصر المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة وقال الرئيس السيسي أنه يجب التوصل لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه كما أطلعت فخامة الرئيس القبرصي على مساعينا المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة وعلى جهودنا المتواصلة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه